السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أبنائنا طلاب وطالبات الصف السابع مع درس جديد من دروس مادة العلوم الوحدة الرابعة عنوان درسنا لهذا اليوم لماذا تحتاج النباتات إلى الضوء في عملية البناء الضوئي الجزء الأول أهداف الدرس يتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية هذا الدرس أن تكون قادرا على أولا أن تشرح طريقة الكشف عن حدوث عملية البناء الضوئي باستخدام محلول اليود ثانيا أن تستنتج سبب حاجة النباتات للضوء في عملية البناء الضوئي ماذا تعلمنا سابقا حول الكشف عن النشاء في ورقة النبات السؤال الأول ما الطريقة المناسبة للكشف عن النشاء في ورقة النبات تذكروا أبنائي ما درسناه في حصة سابقة لاختبار الكشف عن النشاء في ورقة النبات يجب غليها في الماء لبضع دقائق ثم في الإثانول لبضع دقائق أخرى وغسلها بالماء ثم إضافة محلول اليود السؤال الثاني إلى أي لون يتحول اليود بوجود النشاء؟ أحسنتم يتغير لون اليود من اللون البرتقالي إلى اللون الأزرق المسود بوجود النشاء؟ السؤال الثالث أي المواد التالية قابلة للذوبان في الماء؟ هل هي النشاء؟ أم لجلوكوز؟ أحسنتم النشاء غير قابل للذوبان والجلوكوز قابل للذوبان السؤال الأخير ما المادة المستخدمة كوسيلة لتخزين الجلوكوز في النبات؟ أحسنتم هي مادة النشاء والآن أبنائي مع النشاط الافتتاحي في الصفحة 217 التحقق من حدوث عملية البناء الضوئي كما نرى الصورة عبارة عن محقن وضع فيه محلول بيكربونات الصوديوم وأوراق نبات تم قصها على شكل دوائر صغيرة تناسب حجم المحقن كما نرى سنقارن بين حالتين الحالة الأولى لاحظوا أن أقراص الأوراق ارتفعت للأعلى وفي الصورة الثانية الأقراص انخفضت للأسفل ما هو تفسير هذه الظاهرة علما أننا وجهنا الضوء إلى الحالة الأولى ولم يكن هناك ضوء في الحالة الثانية التفسير أبنائي تحدث عملية البناء الضوئي بوجود الضوء حيث يتفاعل ثاني أكسيد الكربون مع الماء فيتكون الجلوكوز والأكسجين الأكسجين سيملأ فراغات النسيج المتوسط فتنخفض كثافة الأوراق مما يجعلها تطفول الأعلى كما نرى في الصورة العلوية في الحالة الثانية عندما توضع أقراص الأوراق داخل المحقن يخرج الهواء الناتج عن تنفس الورقة مما يزيد من كثافتها وهو ما يسبب سقوط الأوراق إلى أسفل المحقن كما نرى في الصورة السفلية السبب لأن عملية البناء الضوئي لا تحدث في غياب الضوء مما يسبب عدم إنتاج الأكسجين فتزداد كثافة الورقة وتنزل للأسفل والآن مع النشاط الأول في الصفحة 218 كيف تختبر تأثير الضوء في البناء الضوئي؟ ناقش كيف تخطط لاستقصاء تأثير الضوء في عملية البناء الضوئي راجع التجربة التي شاهدتها في الدرس الثاني في النشاط الثاني عن اختبار النشاة في ورق النبات وثالثا فكر في طريقة تساعدك على التحكم بتعرض النبات للضوء استعم بشكل المجاور كما نرى في الصورة أبنائي الخطوة الرابعة في النشاط السابق اكتب خطتك على شكل خطوات متتالية الآن مع خطة عمل استقصاء الخطوة الأولى المتغير التابع هو وجود النشاة ويقاس ذلك بتحول لون اليود إلى اللون الأزرق المسود الخطوة الثانية المتغير المستقل وهو وجود الضوء أو عدم وجوده سيتم تغير ذلك من خلال تغطية جزء من الورقة ببطاقة سوداء الخطوة الثالثة سنذكر فيها المتغيرات الضابطة وهي درجة الحرارة سيتم حفظ النباتات في الغرفة نفسها كمية الماء سيتم سقي النباتات بنفس كمية الماء لمدة 24 ساعة ونوع التربة ستزرع النباتات في نفس نوع التربة ولا ننسى دائما أبنائي لا بد من التذكير بمراعاة إجراءات الأمن والسلامة العامة والآن أبنائي مع خطوات عمل الاستقصاء أولا ارتدي معطف المختبر والقفازين وضع النظارة الواقية لا تلمس الماء المغلي تأكد من عدم وجود لهب مكشوف ثانيا استخدم نباتا كان يقوم بالبناء الضوئي لمدة 24 ساعة مع جزء من الورقة مغطى ببطاقة سوداء ثالثا أزل البطاقة السوداء وضع الورقة في الماء المغلي لبضع دقائق رابعا أزل الورقة بماسك ضع الورقة في أنبوب اختبار يحتوي على الإثانول في حمام ماء يغلي لبضع دقائق أخرج الورقة عندما يزول اللون الأخضر سادسا اغسل الورقة بالماء الدافئ سابعا ضع الورقة على طبق زجاجي وأضف محلول اليود إليها التوقع أبنائي سيحول أجزاء النبات المعرضة للضوء اليود من اللون البرتقالي إلى الأزرق المسود أما الجزء الذي كان مغطى بالورقة السوداء فسيبقى برتقاليا عند اختباره باليود والآن أبنائي مع أسئلة المتابعة في نفس الصفحة 218 السؤال الأول ما المتغير الذي تتحكم فيه في هذا الاستقصاء أحسنتم تحكبنا أبنائي بوجود الضوء أو عدم وجوده السؤال الثاني كيف ستحدد إن كان الضوء يؤثر على عملية البناء الضوئي تذكروا أبنائي ما فعلناه في التجربة أحسنتم إجراء اختبار النشاء في أوراق النبات السؤال الثالث ما المتغيرات التي ستضبطها لتبقى ثابتة ذكرناها سابقا وهي أبنائي نوع التربة وكميتها ودرجة الحرارة وكمية الماء والإبقاء في الضوء أو الظلام لنفس الفترة الزمنية السؤال الرابع في الصفحة 219 كيف ستتحكم في كل متغير منها؟ أولا ضع النباتات في نفس الغرفة عند نفس درجة الحرارة ثانيا أضف كمية معروفة من الماء إلى النباتات على مدار 24 ساعة ثالثا ضع النباتات في نفس الكمية من نفس التربة السؤال الخامس لماذا لا يمكنك ببساطة عد فقاعات الأكسجين الناتج؟ هذا نبات من نباتات اليابسة وليس مغمورا في الماء لذلك لا تظهر فقاعات الأكسجين ما الذي تعلمناه حتى الآن حول اختبار تأثير الضوء في البناء الضوء؟ أولا من أجل حجب الضوء عن جزء من ورقة النبات يمكن تغطيته ببطاقات سوداء ثانيا الجزء المغطى ببطاقة سوداء لا يتغير لونه بمحلول اليود ثالثا عدم تعرض أوراق النبات للضوء لفترات طويلة يجعلها لا تنتج النشأ ما أهمية الضوء في عملية البناء الضوئي؟ انظر الكتاب في الصفحة 219 لاحظ أبنائي الشكل الذي يمثل البلاستيدات الخضراء في أوراق النبات أولا الضوء ضروري لعملية البناء الضوئي حيث يقوم لكلوروفيل وهو الصبغة الكيميائية الموجودة في البلاستيدات الخضراء بامتصاص الطاقة الضوئية من الشمس ثانيا تتمثل وظيفة الضوء في توفير الطاقة المطلوبة لحدوث التفاعل ولا يمكن أن تحدث عملية البناء الضوئي في غياب الضوء ثالثا وأخيرا تختلف كمية الكلوروفيل ونوعه في الأوراق بين نبات وآخر لذلك تختلف حاجة كل نبات إلى الضوء ليبقى حيا لعن أبنائي مع النشاط الثاني في الصفحة 220 كيف تؤثر ظروف الضوء المختلفة على عملية البناء الضوئي في النباتات مذكركم بإجراءات الأمن والسلامة ارتدي معطف المختبر والقفازين وتأكد من عدم وجود لهب مكشوف ولا تلمس الماء المغلي واستخدم الماسك للتعامل مع النبات الخطوة الأولى اختر ورقة من النبات صفها قبل الاختبار ثانيا ضع الورقة في الماء المغلي لمدة دقيقتين الخطوة الثالثة استخدم الماسك لوضع الورقة في أمبوب الإثانول تأكد من أن الورقة بأكملها مغمورة فيه وضع الأمبوب كاملا في ماء مغلي لمدة خمس دقائق الخطوة الخامسة أبنائي اغسل الورقة بالماء الساخن كما نرى في الصورة الخطوة السادسة ضع الورقة على طبق زجاجي ثم أضف إليها بضع قطرات من اليود الخطوة السابعة والأخيرة صف ما تغير في ورقة النبات سنلاحظ أبنائي تحول لون محلول اليود من البرتقالي إلى الأزرق المسود والآن أبنائي مع أسئلة المتابعة في الصفحة 221 السؤال السادس ما حالة الإضاءة التي أنتجت أكبر كمية من النشاة النباتات التي تنمو في الضوء الكامل السؤال السابع ماذا لاحظت على النبات الذي كان في الظلام لمدة 24 ساعة في الظلام أبنائي لم يتغير لون اليود مما يشير إلى عدم تكون النشاة السؤال الثامن ماذا حدث عندما تمت تغطية جزء من الورقة؟ جزء الورقة المغطى لم يتغير لونه مما يشير إلى عدم تكون النشاة السؤال التاسع ماذا يحدث للنشاة في ورقة النبات عندما تكون في الظلام؟ النبات غير قادر على البناء الضوء في الظلام لذلك لا يتم إنتاج لجلوكوز سوف يستخدم النبات النشاة المتوفر ويحوله إلى جلوكوز يتمكن به من إنتاج الطاقة وهذا ما يفسر عدم وجود النشاة في الورقة ما الذي تعلمناه حتى الآن حول حاجة النبات للضوء في عملية البناء الضوء؟ الصفحة 222 أولا يقوم النبات بعملية البناء الضوء فقط بوجود الضوء ثانيا لا تستطيع النباتات القيام بعملية البناء الضوء في الظلام ثالثا وأخيرا تقل كمية النشاة في ورقة النبات عندما تترك في الظلام لفترة طويلة ختاما مع أسئلة التقويم افتح الكتاب الصفحة 225 السؤال الأول أي الجمل التالية صحيحة حول عملية البناء الضوء؟ الاختيار الأول تحدث عملية البناء الضوء في الظلام لدى نباتات معينة الاختيار الثاني تحتوي جميع النباتات الخضراء على الكلوروفيل الذي يمتص الضوء للقيام بعملية البناء الضوء الاختيار الثالث يتم استخدام النشاة في وجود الضوء لتحرير الجلوكوز وأخيرا لا تصنع جميع النباتات الخضراء النشاة ما هو الاختيار الصحيح أبنائي؟ أحسنتم تحتوي جميع النباتات الخضراء على الكلوروفيل الذي يمتص الضوء للقيام بعملية البناء الضوءي والآن مع السؤال السادس في الصفحة 247 كتب أحد الطلاب ما يلي لا تحدث عملية البناء الضوءي إلا في النهار واضح لماذا قد لا يكون ما كتبه صحيحا يحتاج البناء الضوءي إلى ضوء ويمكن استخدام الضوء الاصطناعي خلال الليل الأمر الذي سيمكن النباتات من البناء الضوءي السؤال الأخير في التقويم أبنائي حدد من الفقرة المجاورة ما يلي الفقرة موجودة في الصفحة 217 حدد شروط حدوث عملية البناء الضوءي الشرط الأساسي هو وجود الضوء السؤال الثاني حدد المواد المتفاعلة والناتجة في عملية البناء الضوءي المواد المتفاعلة ثاني أكسيد الكربون والماء والمواد الناتجة الجلوكوز والأكسجين السؤال الثالث فسر ما حدث في التجربة سبب سقوط الأوراق إلى أسفل المحقن حدث ذلك عند خروج الهواء أثناء عملية التنفس زادت كثافة الورقة فسقطت أسفل المحقن تنخفض كثافة الأوراق وتطفو في أعلى المحقن ما السبب في ذلك؟ عند قيام أقراص الأوراق بعملية البناء الضوءي في وجود الضوء زادت كمية الأكسجين وقام بملء الفراغات الهوائية في الطبقة الإسفنجية فقلت كثافة الأوراق وارتفعت للأعلى مع نهاية هذا الدرس نتمنى لكم أعزائنا الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر